حكمة ربنا في النوازل ونقول في البداية احنا مفهود نعمل ايه عملا وقلبا وتربية وسلوكا ونفسيا نفسيا عشان بصوا الدعم النفسي ده او التحصين النفسي الفكر القلبي ده اللي احنا محتاجين سواء اللي حضر الكوارث او اللي شافها او اللي اتفرج على الفيديوهات انا عايز اقول لكم اللي اتفرج على الفيديوهات زي وزي طبعا مع هول الاماكن اللي هناك واللي حصل فيها لكن لا يعني فيه ناس جالها بانك قتاك من مجرد بس الرؤية وتعيشة في المشاعر فاحنا ان شاء الله نشوف ايه حكمة ربنا في النوازل وده عن من حلقة قال لي نعزي اهالي الضحايا ونعزي نفسنا ونعزي اهالي الضحايا اللي فقدوا احبتهم واللي فقدناهم في الزلزال سوريا وتركيا ونقدر الله سبحانه وتعالى ان يتقبل موتاهم يا رب في الشهداء زي نص حديث النبي عليه السلام لحسابهم والله حسابهم ولا نزكع الله احد حديث سيدنا ابي هرير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهداء خمسة المطعون والمبطول والغريق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله وبرضو عن سيدنا ابو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان بيقول ما تعدون الشهداء فيكم الشهداء فيكم بتعدون قالوا يا رسول الله الشهد بغم زربي يقوله من قتل في سبيل الله فهو شهيد قال إذن بقد أنتو كده شهداء أمتي إن شهداء أمتي إذن لقليل على كلامك ده قالوا فمن يا رسول الله قال من قتل في سبيل الله فهو شهيد ومن مات في سبيل الله فهو شهيد ومن مات في الطعون فهو شهيد ومن مات في البطن فهو شهيد والغريق شهيد كل دوة شهداء برضو حديث عبد الله ابن عمر بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل دون ملي فهو شهيد نصى الله سبحانه وتعالى يا رب يتقبلهم في الشهداء ونصى الله عز وجل أن يداوي واشف المصابين بالشفاء العاجل اللهم أمين ويربط على قلوب أهلهم الناجين من أمر الزلزال اللي حصل ويرزقهم الصبر والرضى والجبر من عند الله قولوا أمين بصوا جماعة الدنيا مش دار مقامة دار سفر إحنا يعني إيه عبير السبيل فيها منزل عبور وهي الدنيا أصلا إيه إلا دار الغرور إحنا في الدنيا بين قدر الله عز وجل ننتقل من قدر الله لقدر الله أننا في الدنيا تحت اختبار مشيئة المولى سبحانه وتعالى ولازم ننجح في الاختبارات دي تنور الله من أنفسنا خيرا إيماننا بعقيدة الإيمان القضاء والقدر من مستلزمات الإيمان من أصول الإيمان الستة نهاردة ما نيجي نتكلم عن دورنا اتجاه كارسة الزلازل أو واجبنا إحنا كمسلمين وإزا حصل نفسي بقول لكم واحدة من الناس واحدة بتقول يقول لهم أنا خذوني معاكم خذوني معاكم دي حقيقة يعني الواحد بيبقى محتاج إنه يسمع وتثبت في وقت يعني كارسة مصيبة مصيبة كارسة ناس أمنة وناس قاعدة أو نايمين وقرب صلاة الفجر بقول لك واحد أنا مسكت نفسي بالعافية عشان ما نامش فكان بركة إنه انتظر صلاة الفجر إن ربنا نجاه حس من أول هزة جيري وطلع ولحق نفسي كان بيقول لك البيت كله وعلي وطي ترجمة نانسي قنقر